كان في آخر مرة قريت لكم من وثائق 2020 يقول لي في المرة القادمة سأحدثك عن الأجنحة القائمة اليوم الآن يكتب يوم 18 سبعة 2020 على الساعة العاشرة وخمسة وعشرين دقيقة الصباح أجنحة النظام المشكلة حديثة جناح كذبون يقصد تبون يتكون من واحد الفريق الأول بنعلي بنعلي اثنين اللواع ثمانية عمار قائد القوة البرية ثلاثة اللواع أتلمساني عمار قائد الناحية العسكرية الرابعة ربعا اللواع عجرود محمد قائد الناحية العسكرية السادسة خمسة العميد عويز سوفيان ستة العميد عباس مختار رئيس مؤسسة البناء لبابا علي عميد عويز هذا ما تحطوه هو اللي راح مسؤول على كلوب دي بان وعلى زيرالدا وعلى يعني خلف ملزي ستة العميد عباس مختار رئيس مؤسسة البناء لبابا علي سبعة لعميد بن دوخة محمد رئيس الهيئة الوطنية الوقاية من الجرائم متصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ثمانية لعميد عشور نائب مدير الآمن الداخلي دعونا نرى لعميد عشور هذا لأنه أحد الأفاضل من المراسلين التاعي بعثت لي بعض التفصيلات عليه سنتحدث عنها المرة القادمة دعونا داخله في وسط الأوراق دعونا نرى هنا طيب إن شاء الله نتذكر اللايب القادم ونعطيكم بعض التفاصيل على هذا خطي لي أنه على كل إنه وطردوه لكن كان مهم بعض التفاصيل اللي كان جات فيه هنا رأينا نتكلموا على 2020 الحديث هنا على جويليا 2020 وهذه تسريبات لي في 2020 في جويليا وأنا لم أكن أعرف من الذي يسرب وإن كان لدي الشكوك أنه بكل تأكيد واحد من كبار العسكريين اللي كانوا على القايد صالح إذن يبدأ بذكرنا ثمانية من كبار الضباط اللي سماهم أنهم جنح تبون هم في حقيقة جنح بن علي بن علي لكن هو ذكرها ثمانية والحقيقة أنه لم يذكرهم كاملا لست أدري لماذا هل ما كانت عنده لعلم معلومة أو يريد أن يخفي أسماء أخرى لأن مثلا لم يذكر الجنيرال رضوان اللي يسموه الحاج رضوان مثلا وموجود إلا إذا كان هذا الحاج رضوان ولا أولي الجنح آخر لم يذكر بعلام بعلام مثلا وهذا عنده دور خطير ومهم جدا هل ما كانش يعرف أو أراد أن لم يتكلمش عليهم هذا سنعرفه في مستقبل الأيام على سبيل المثال أنا ذكرت هذا فقط لم يذكر أيضا قائد الأمن الرئاسي مثلا على سبيل المثال القائد الأكبر هو بن علي بن علي لكن القائد المباشر هو جنيرال آخر ثم يوظيف على الساعة العاشرة وتسعة وخمسين النفس اليوم جنع شنقريح يتكون من اللواء بن بيشة محمد صالح اللواء محمد صالح عورة اللواء زياري الحواس رئيس دائرة التنظيم والإمداد الجديد اللواء حسنات بالقاسم رئيس مركز العملية الدفاع اللواء صديق إسماعيل مدير مركزي للعتاد اللواء حاجب سلجة المدير المركزي المعتمدية الجنيرال يحيى علي والحاج درك الوطني اللواء حاجل عروسي قائد ناحية الثانية اللواء اسماعلي مصطفى قائد ناحية الثالثة والجنيرال محمد جوادي مدير ديوان شنقريح هذا الكلام رأيتكلم على الأجنحة كما كان يراها ويعتقد في جويليا 2020 قد الأمور تغيرت من بعد يضيف بعدين على الساعة 11 وثمان دقائق العميد بوغرة مدير القضاء العسكري العميد ويلد زمير اللي سيد علي المدير المركزي لأمن الجيش وبعد يضيف ملاحظة هناك جنيرالات مزدوجين حاكمين العصام الوسط بين كذبون وشنقريح وهم محسوبون على الجايد واش يقولنا عليهم وكانوا جناح ثالث اللواء دحماني زروق مدير المصالح الاجتماعية اللواء مقراني عبد الرحيم عبد الرحمن مدير الإدارة والمصالح المشترك اللواء عرعار عبد الرحمن للدرك اللواء سيدان علي قايد الناحية الأولى اللواء حنبلي نور الدين قايد الناحية الخامسة اللواء محمد العربي حولي اللواء بوزيت العميد راشدي العميد تيتوش مدير الاتصالات برئاسة الجمهورية كان مدير جهوي الإشارة عند شنقريح حب بشار والآن مع كذبون هناك كلمنا على جناح بين الجناحين منزلة بين المنزلاتين على قول المعتزلة جناح بين الجناحين قال لك شدي العصام الوسط مش عارفين الأمور وين تمشي هذا تقدير بونويرة في نهاية في منتصف جوليا 2020 هذا منتصريب الأول مش الثاني ثم يضيف جناح رابع المغلوب على أمرهم من بقاء القايد الذين ينتظرون مصيرهم مثلا اللواء بن جلون عبد القادر اللواء عمار عمراني قايد خوة الدفاع الجوي عن الإقليم اللواء سعودي مدير المنشآت العسكرية العميد كالي مدير مركز المنازعات اللواء غريس عبد الحميد الأمين العام وزارة الدفاع الوطني وما تبقى من جنرالات في أركان الجيش والنواحي العسكرية وقيادة القوات وهم في قواعم عند شنغريحة عدها بن بيشا للإيطاحة بهم في أول فرصة وصدق فقد تمت الإيطاحة بهؤلاء الجنرالات تقريبا كلهم ما بين أفريل وسبتمبر 2020 وبعضهم فيما بعد لكن الأهمية بعضهم إذا كان علم بيه كان عرفوا لأن هذا الكلام فيه جويليا وبعضهم جاء بعض هذا الكلام وتمت الإيطاحة بهم وأغلبهم رهم في السجن حوالي 20 جنرال من كبار جينات اللي كانوا مع القيد صالح على سمع عبد الحميد غريس علي عكروم شواقي تبوديلات لشخم رهم في السجن وآخرين لهم في السجن مروا على تعذيب رهيب تعذيب مريع كانوا هم أرباب البلاد وقلنا لهم انتبهوا سلموا الأمر للأخر هذا في حماية سلموا الأمر للشعب هذا في حماية لكم للجيش للدولة للبلاد للجميع جميع مستفيد بدولة مدنية جميع لم يسمعوا